اشتركوا في القناة محافظ محافظة العاصمة رئيس اللجنة العليا للاحتفال في كلمة له بهذه المناسبة إن المشاركة الواسعة والإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على الاحتفالية دلالة واضحة على ما تكونه نفسهم من معاني الحب والولاء لهذا الوطني المعطاء لهذا الوطني المعطاء وقيادته الرشيدة من جهته ذكر سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة المدير العام لأمانة العاصمة نائب رئيس اللجنة العليا للاحتفال في كلمته إن الاحتفال يأتي تأكيدا للبيع والولاء لقيادتنا الرشيدة وانتمائنا لوطننا الغالي مشيرا إلى أن العاصمة المنامة أصبحت بفضل دعم القيادة الرشيدة نموذجا خليجيا في مجالات التنمية المستدامة وتخدير المدينة وتحسين البيئة وتقديم أفضل الخدمات لأهالي العاصمة